اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضياء المصرية من التليفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي أكلة أمي النهاردة مختلفة شوية لها طعم تاني لها مزاق تاني في العائلة وفي الأسرة بنتصابك في عميلها ايه يا مغازي مقارونا بالباشاميل وما زلنا بنتسئل عليها على السوشيال ميديا مقارونا الباشاميل بتلشف مني مقارونا الباشاميل الجبنة بتجلد على وش المقارونا المقارونا الباشاميل ما بتبز بتاعة المطاعم مسكة نفسها كده خرطة خرطة في قلب الطبق المقارونا الباشاميل المقارونا جوة معجنة مش مستوية وهكذا من الأمثلة تعالوا شوفوا نعملها النهاردة ازاي بطعم تاني ومزاق تاني وما زلنا نتطور فيها في المقران بشامل ونعملها بشكل جديد وطعم جديد سلطة النهاردة بتاعتي برضو سلطة شوية مختلفة غير السلطات المتعودين عليها سلطة الفاصولية الخضرة بالطماطم لازم الصفرة بتاعتك يبقى فيها عملية توازن بالقيمة الغذائية والماتيريال والمكونات بتاعتها ممكن مكونات بسيطة اه بس فيها عناصر غذائية بيحتاجها الجسم وافراد الاسرة الصغير والكبير الأطفال وكبار السن لازم نهتم من نحية دي تماما علشان نستفيد بالأكل اللي احنا بنأكله الحلوة بتاعنا النهاردة من نعم ربنا علينا في أرضنا الطيبة ليستفدوا البرتقان طعم ومزاق تاني خالص خلانا نعملوا النهاردة مفن مفن البرتقان بالليمون وياستفندي يا ابن عم البرتقان زي ما قال طبعا الاستاذ فهد المهندس رحمة الله عليه هنشوف ازاي نعمل مفن بالبرتقان والليمون يعني فيتامين سي قيمة غذائية عالية جدا النهاردة حلقة مميزة قيمتها الغذائية تسبق قيمتها المالية بعناصرها الغذائية ومكوناتها اللي بتناسب الصغيرين والكبار هنشوف مع بعض مقدير مفن البرتقان والليستفندي يا ابن عم البرتقان هنشوف مقديره على الشاشة عشان عايز اشتغل فيه عشان ده يلزبه في الفرد من 20 ل25 ديها تقريبا مقديره على الشاشة زي الفل يستفندي عصير برتقان عصير بشرة برتقان وبشرة ليمون خريط ما بين فيتامين سي اللي اتنين بيتنافسوا على الطعم فانيليا زيت نص كوب سكر واحد كوب تلت بيضات كوبين من الدقيق بيكن بودر معلاء حلو الكلام مقدير بسيطة سهلة في متناول الجميع ولكن الفكر الطهوي الفكر الطهوي والابداع في ان كنت ازاي تعمل الحاجة بحب المفن نشوفنا المقدير على الشاشة تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي سريعا وندخله في الفرد ونخلص منه اول حاجة تلت بيضات حلو البيض يطلع من التلاجة في ايام الشتاء قبل ما نخفقه بعشر دقايق بسرعة خفقان البيض سريعا اضافة السكر مباشرة قبل الخفط بالشكل ده كده سريعا هنشوف قوام لطيف دلوقتي اهو شوفت ازاي اهو بسرعة اتخفق البيض اهو لو انت بتخفائي فيه من غير السكر هياخد منك وقت كبير شوف الحلوة دي كده شوف الشكل الانسيابي ده كده اهو 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 ايه الحلوة دي ايه الجمال ده اهو ده ننزل بالزيت الله ونقلب نفس التقليب اهو هيديني برضو شكل انسيابي ولكن هيبقى متقطع خبرة طهوية بقى اهو نبص عليه اهو بص ازاي غير الاول هتلاقي كده اريازي شوفت ازاي الموضوع مختلف اهو حالو الكلام ننزل بالفانيليا عشان زفارة البيض اهو ننزل بعصير اليوسفي الله اهو ونقلب هنا مفيش حليب ننزل بعصير برطقان وحنا عندنا البرطقان واليوسفي بتاعنا من خير ارضنا العالم كله بيشادله اهو اصبح فيه خليط هنا لطيف قوي هنعمل ايه عم نشيف هننزل كمان ببشرة البرطقان والليمون اهو في قلب الخليط ده كده ونخلي دول على جنب ونشيل كل الحاجات دي احنا مش عايزنا ونوسع لنفسنا نجي للبيكن بودر والدي ايه المواد الجافة بيكن بودر ودي ايه هناخد الدي بنحط البيكن بودر عليه بالشكل ده كده دايما البيكن بودر مع الدي تخلطيه الاول كده لوحده وتعمل عملية تست للبيكن بودر طبعا احنا بنجيبه يعني دايما طازة مش طازة يعني طازة بنجيبه يعني فريش من السوبر ماركت ونشوف تاريخ الصلاحية بس انت وكنت جيبينه مرة مسلا اول الشهر وبعدين يقعد عندك شهرين تلاتة ما فعله بينتهي هنا بياخد برودة بياخد رطوبة وتجي مستخدمين ما بيبقاش لطيف معاك فالحاجات دي مطلوبة انك تتشيك عليها دايما ننزل بالديق بتاعنا والبيكن بودر كده اه 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 زي الفل ونقلب بالمعلقة اللطيفة دي كده اه انك بتحجينا عجيلة اه رفت الجودة كده وعندينا اوالب الموفل بتاعتنا نيجو دخلين بالمضرب الجامل ده كده بقى اه شفتي اه وده اه الله ما صلى على النبي نشوف القوام مع بعض بخرجنا الجميل هو ده اه 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 ده القوام زي الفل كل حاجة مخلوطة مع بعضيها هناخد الموفل بتاعنا بالشكل ده كده والاوالب بتاعتنا ونعبي الاوالب اللي جبناها دي كده زي الفل اه درجة حرارة الفرن نقمن على الفرن بتاعنا درجة حرارته 180 ونزبط مكان الصج اللي هندخل عليه الموفل بتاعنا بالشكل ده كده الله ونقفل الفرن دي اهم خطوة نكتأمين على الفرن نبدأ نوزع المقادير كلها مع بعضيها اللهم صلى على النبي اه اه ده هو ده بسم الله الرحمن الرحيم حلو الكلام اه حلو الكلام اه ممكن تعمل حاجة لطيفة بقى تجيب البرتوان والي استفان دي تقشريه وتحطيه في قلبيها تبشر شوية برتوان وتحطوهم في قلبيها ده تجويد يعني بس انا حاطت طبعا التفاصيل كلها عصير برتوان وعصير يستفاندي وبشرة برتوان مع بشرة ليمون جوه الخليط اه ايه الحلوة دي ايه الجمال ده ايه الجمال ده اه شوفوا انا بشير من المغرفة دي هي التركاية دي بص اه 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 حركة دي مهمة جدا اه بس خلص كلهم قد بعض درجة حرط الفرن عندي مية وتمانين على فكرة زي ما قالت الاختة من شوية كل بيتسهل ده يروح فين ده تقدر تجيبي قالب كبير بتتهني زبدة وشوية دقيق وتعملي قالب كبير مش لازم الاقالب الصغيرة دي ويبقى قالب كيك بالبرتوان والي استفاندي اختياري برضو ده هنعمله ان شاء الله فلازم نبقى عارفين مفيش حاجة عندنا بيبقى فيها تبزية خلي بالك ده مهم جدا تقدر تعملي حاجة حلوة كمان افكركم تعملي حاجات زي الباند كيك تجيب طاصة وتاخد من المقدار ده كده في قلب الطاصة وتعملي الباند كيك لطيف وجميل وتقدميه مع عصر يبقى افطار الصبح يعني ان تقدر تشير الخليط ده في التلاجة تفاصيل دي لازم اقولها للامانة علشان مفيش حاجة تترمي ده يتعمل باند كيك ويبقى افطار جميل الصبح على فكرة لان مقدار الباند كيك هي مقدار الكيكة هندخل ده الفرن اه هو ده التنوع انا كنت تبقى عارفة ازاي تفاصيل الحاجة اللي بتعمليها اه في درجة حرارة مية وتمانين وبنقفل الفرن صلى على الحبيب ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده خلينا نقفل الفرن بتاعنا نفتح الفرن نشوف اخبار الموفن بتاعنا ايه نبص علي اللهم صلى على النبي لا 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 تجذبي يا عمي جيب الموفن وجيب الحلاوة قبل ما نخش بالتقيل ايه الجمال ده ايه الحلاوة دي يا ستوفاندي يا ابن عم البرتقان اللي اتنين بيجمعهم كوب كيك في قلب الفرن هنطلع دم الفرن كده واندخل المكرونة بتاعتنا الله تتحط مكانها هنا عشان تاخد لون اللهم صلى على النبي ممكن نرش راشة سكر بس انا مش حابب سكر بصراحة انا عايزة زي ما هي كده هكتفي الطعم البرتقان واليستوفاندي في قلبيها حطيت سكر هياخد ده سكة تانية خلي بالي كوباية شاي حلوة وقت العصاري كوباية في نجال قهوة حلوة لزوجك العزيز قبل ما ينزل عالشغل معا واحدة من دي هيديعلك طول النهار زي الفل يا عم الشيف شوفوا المكرونة وقتنا خلص ولا الكامل يا شباب حابين ايه انا معاشا حلوة اوه زي الفل تمام ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده مطبخك يا اختي كل رايق اهم حاجة ليه علشان تقدر تقعد في وسط ولادك عالطابلية الليب تغمان ايه اوه اهلا اهلا مطبخك يا اختيжة